نتحول الآن إلى البيانة التي أصدرته الهيئة الوطنية للصحافة قبل قليل نهو في إطار مواجهة المحاولات المستمرة للأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية والتي تستهدف بث الأباطل والشائعات للنيل من حالة الاستقرار السياسي والنمو الذي تشهده مصر الذي أشهدت به المنظمات الدولية والذي توج مؤخرا بمشروع مستقبل مصر الزراعي فقد أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة بيانا أكدت فيه عدم صحة ما تناولته إحدى الأذرع الإعلامية الإخوانية بشأن نقل ملكية أصول ثلاثة من أكبر المؤسسات الصحفية القومية إلى إحدى الجهات السيادية في إطار مخطط الاستحواذ على أصول كل المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجيا ذكرت الهيئة في بيانها أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة وأن قرار الهيئة الصادر في اجتماعها بشأن البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة المملوكة لمؤسسات الأهرام ودار التحرير للطبع والنشر وروزا اليوسف جاء في إطار خطتها الهادفة الاستثمار واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية الثمانية من خلال إقامة مشروعات استثمارية أعدتها هذه المؤسسات وفقا لدراسات جدوى وعلى الأراضي المملوكة لها كإنشاء جامعة لأخبار اليوم واستكمال كليات جامعة الأهرام الكندية وذلك بهدف تنمية مواردها المالية لمساعدتها في مواجهة الاحتياجات المالية العاجلة التي تواجهها ولتحسين أوضاع العاملين بها ماليا وخدميا أولت الهيئة الوطنية للصحافة منذ تشكيلها اهتماما كبيرا بملف الأصول الثابتة المملوكة للمؤسسات واستغلالها واستثمارها بالشكل الصحيح مع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن للحفاظ على حقوق المؤسسات وتوفير المناخ الآمن للعمل والعاملين والحفاظ على مهنتهم العريقة تؤكد الهيئة على دعم الدولة القوي للمؤسسات الصحفية القومية لاستمرار دورها التثقفي والتنويري خاصة في ظل الهجمات المسعورة للأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية بعد كشف وجهها القبيح للجميع اشتركوا في القناة